هذا كتاب الله أعذب من هلٍ أنعم به من موردٍ لمن استقر الحمد لله رب العالمين المتفرِّد بالجلال والجمال والكبرياء والعظمة وأصلي وأسلِّم على خير الأنبياء والمرسلين نبيَّنا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاةٍ وأتمَّ تسليمٍ إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال عزَّ من قائلٍ عليم ولقد وصَّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتَّقوا الله وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فإن الله عز وجل افترض علينا عبادةً هي من أجل العبادات وأعظمها قدرًا عند رب البريات كيف لا يكون ذلك وهي العبادة الوحيدة التي فُرِضَت في السماء حينما عُرِج بنبينا عليه الصلاة والسلام كيف لا تكون كذلك أيها الإخوة وهي أول ما سيُحاسَب عليه العبد يوم القيامة كيف لا تكون كذلك وهي النُقطة الحاسمة بين المسلم والكافر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أيها الإخوة سمعنا كثيرًا سمعنا كثيرًا عن تلك الآيات والأحاديث التي تُحذِّرُنا من خطورة ترك الصلاة ولكن مع ذلك لا يزال هناك البعض من المسلمين يتكاسل عن الصلاة وآخرون ربما يؤخرونها عن وقتها ومنهم الذي لا يُصلِّي إلا الجُمُعَة ومنهم أيها الإخوة من لا يأتي إلى المسجد إلا بعد انقضاء عدة ركعات ووجِدَ من المسلمين من لا يُصلِّي أبداً نعوذ بالله من هذا الحال قد يكون البعض أيها الإخوة لم يسمع عن فضائل الصلاة أو أنه لا يعرف عنها إلا شيئًا يسيرًا لذلك سنذكر من فضائل الصلاة عشرة فضائل ويكفي من القلادة ما أحاط بالعُنُق فمن فضائل الصلاة حتى تكون حافِزًا لنا أيها الإخوة حينما يعرف الإنسان فضائل العبادة فإنه يتحفَّز لها أكثر وأكثر فيزداد المُحسن إحسانًا والمُتكاسِل يزداد إن شاء الله اجتهادًا وقربًا من الله فهذه عشرة فضائل أسأل الله أن تكون مُحفِّزًا لنا جميعًا أن نُحافِظ على هذه الشعيرة العظيمة الجليلة أولًا الصلاة أفضل العبادات أفضل الأعمال بعد الشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل أيُّ العمل أفضل قال الصلاة لوقتها ثانياً الصلاة تغسل الخطايا لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَمَثَلِ نَهْرٍ على باب أحدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَيَا مَنْ أَتْعَبَتْهُ الْخَطَايَةُ وأرهَقَتْهُ الذُّنُوب دونك دونك هذه الصلوات الخمس فهي كالنهر تغسل عن الخطايا الفضيلة الثالثة الصلاة نور لصاحبها عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور الصلاة نور الصلاة نور في قلبك الصلاة نور في حياتك الصلاة نور في بيتك الصلاة نور في مستقبلك الصلاة نور في قبرك الصلاة نورٌ في آخرتك الصلاة نورٌ على الصراط يوم القيامة نسأل الله ألا يحرمنا من هذا النور وكيف يستطيع الإنسان أن يعيش بلا نور الفضيلة الخامسة الصلاة ترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات لحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له حينما سأله مرافقته في الجنة قال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك بها درجةً وحط بها عنك خطيئة الفضيلة السادسة المحافظة على الصلاة من أسباب دخول الجنة برفقة نبينا عليه الصلاة والسلام هذا ربيع ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي يا ربيعة سل يا ربيعة سل انظروا أيها الإخوة ماذا سيسأل ربيعة لم يسأل عن شيء من الدنيا لم يسأل عن لذة أو شهوة أو متاع أو مال أو منصب أو جاه انظروا إلى هذه الهمم العلية العظيمة قال يا كعب سل قال قال يا ربيعة سل فقال ربيعة رضي الله تعالى عنه أسألك مرافقتك في الجنة كأنه يقول يا رسول الله أنا لا أريد شيئا من هذه الدنيا لا أريد منصبا ولا جاها ولا مالا ولا لذة لا أريد إلا شيئا واحدا أريد مرافقتك في الجنة وحتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في قلب ربيعة إلا هذا قال له أو غير ذلك يا ربيعة فقال ربيعة رضي الله تعالى عنه هو ذاك يا رسول الله لا أريد إلا أن أرافقك في الجنة فقال نبينا عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود الفضيلة السابعة للصلاة أن المشي إليها يكتب الله لك بها الحسنات ويرفع لك بها الدرجات ويحط عنك بها الخطايا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة فيا خسارة أولئك المتكاسلين الذين آثروا النوم آثروا الكسل آثروا الراحة آثروا هوى النفس على خطوات بسيطة إلى بيت من بيوت الله ويا حسرتهم يوم القيامة حين يرون غيرهم ارتفعت درجاتهم في الجنة لأجل خطوات خطوها إلى بيت من بيوت الله الفضيلة الثامنة أن الصلاة أيها الإخوة تكفر ما كان قبلها من الذنوب والخطايا كل شيء قبل الصلاة من ذنوب أو خطايا أو سيئات حين تصلي فالصلاة تمحوها إلى الأبد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كلها فكل صلاة تصليها تمحو ما قبلها من السيئات والخطايا الفضيلة التاسعة أيها الإخوة أن الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون يعني الملائكة اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه حين تبكر إلى المسجد وتجلس تنتظر الصلاة الملائكة تدعو لك بالمغفرة والهداية والصلاح ملائكة لم يعصون الله لحظة فأبشر أيها المبكر إلى صلاتك أيها الجالس في الصف تنتظر إقامة الصلاة في لحظات الانتظار هذه هناك ملائكة يدعون لك بالرحمة والمغفرة والهداية فأي شرف وأي فضل أعظم من هذا وقد يتساءل أحدنا فيقول هل لصلاة الملائكة آثر علينا يعني هل لدعاء الملائكة آثر علينا في حياتنا اسمع ماذا يقول أبو العالية العالم الجليل رحمه الله يقول ودعاء الملائكة للناس بالرحمة والمغفرة والاستغفار لهم سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى الإسلام ومن الذنوب إلى الطاعة ومن منهج الظالين إلى منهج الصراط المستقيم ومن الظلال إلى الهدى ومن أفعال وأقوال الفاسقين والمنحرفين إلى أقوال وأفعال الطائعين الصالحين كما قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الفضيلة العاشرة أن أجر من يخرج إلى الصلاة هو كأجر الحاج المحرم لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم أيها الإخوة إنها فضائل عظيمة لهذه الشعيرة الجليلة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هنيئاً لمن حافظ على صلاته هنيئاً لمن بكر إلى المساجد هنيئاً لمن آثر الصلاة على فراشه ونومه ولعبه لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجد راحته وأنسه وفرحه وسعادته في الصلاة لذلك كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال وكان يقول عليه الصلاة والسلام وجُعلت قرة عيني في الصلاة فهل اقتدينا أيها الإخوة بنبينا عليه الصلاة والسلام في حبه وشوقه واشتياقه ومحافظته لهذه الصلاة اللهم اجعل الصلاة قرة لأعيننا اللهم اجعل الصلاة سعادة لقلوبنا اللهم اجعل الصلاة راحة لأنفسنا اللهم اجعل الصلاة شفاء لقلوبنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم إلى يوم الدين أما بعد آخر كلمة ختم بها نبينا عليه الصلاة والسلام حياته ومع خروج أنفاسه الأخيرة كان يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم هي وصية من رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نحافظ على صلاتنا وأن لا نتركها أبداً لأي ظرف كان فهي الصلة بيننا وبين الله وهي الحبل الوثيق الذي نتمسك به حتى لا نغرق أو نتيه يوصينا نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية وكأنه يشعر أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان لا يُصلُّون كأنه يشعر أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يُضيِّعون الصلاة كأنه يشعر أن هناك في آخر الزمان من أمَّته يُصلُّون الصلاة في غير وقتها كأنه يشعر أنه سيأتي من أمَّته من يتكاسل عن الصلاة لذلك خرجت هذه الوصية من قلبه إلينا الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم فلنتعاهد أيها الإخوة ألا نجعل شيئاً يُشغِلُنا عن صلاتنا أو يؤخرنا عنها إن كنا فعلاً نحب رسولنا عليه الصلاة والسلام فلنتعاهد ألا نخذُله وألا نخيِّب ظنَّه فينا وأن نحافِظ على وصيَّته حتى يُسرُّ بنا يوم القيامة حين يرانا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يُحافِظ على الصلاة اللهم اجعلنا ممن يُقيمها حق الإقامة اللهم اجعلها سلوةً لقلوبنا وراحةً لأنفسنا وانشراحاً لصدورنا اللهم فرِّج بها همومنا ونفِّس بها كروبنا اللهم أسعدنا بها واجعلها نوراً لنا في حياتنا وفي قبرنا وفي آخرتنا ويوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تغفِر لنا ذنوبنا كلها دقَّها وجلَّها على نيتها وسرَّها أولها وآخرها ما علمنا منه وما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير اللهم احفَظ بلادنا من كل سوء ومكروه اللهم احفَظ بلادنا من كل سوء ومكروه اللهم احفَظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله آمَرَكم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّى بملائكته وثلَّث بكم معاشر المؤمنين فقال عزَّ من قائرٍ عليم إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ على محمدٍ صلاةً دائمةً أبديةً إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكراً للمشاهدة